كما تعلم عزيز السيد محمد أنه موسم الحج يحظى باهتمام القيادة الرشيدة يدعى الله وقدورها وزارة الإعلام سخرت كل الموارد المتاحة لأكس هذه الجهود الكبيرة والدعوبة من كافة الجهات عقدة الوزارة أكثر من 33 اجتماع مع الجهازات العلاقة حضر فيها أكثر من 140 جهة حكومية أسفرت تقريبا عن 10 ورش إعلامية متخصصة حضرها العديد من الأكاديميين في جامعات مختلفة في إرحال مملكة أسمرت كل هذه الاجتماعات والورش عن خطة شاملة متكاملة اليوم نسعد بتنفيذها على أرض الواقع حاليا تتواصل معي أستاذ محمد ونحن في غرفة العمليات في العوالي في مكة المكرمة عمل كبير عمل دؤوب مستمر على مدار الساعة لدينا في غرفة العمليات عدة عناصر محاور من أبرزها مركز الإعلام الافتراضي وهذا البرش والبرس أوفيس هدفه تقديم الخدمات الإعلامية التفاعلية السريعة والمباشرة لجميع الإعلاميين في أرحال العالم سجل في هذه المنصة أكثر من 700 إعلامي وإعلامية من مختلف الجنسيات سعيدين جدا بتفاعلهم بأسئلتهم بحواراتهم بحرصهم بتغطياتهم الحمد لله في هذه المنصة نوفر المواد الإعلامية الخام بجودة عالية حتى يسهل لجميع الإعلاميين تغطية هذه الشعيرة على أكمل وجه وبكفاءة عالية كما تعلم سيد محمد أن حج هذا العام مقتصر على حجاج الداخل وكذلك يقتصر على إعلاميين الموجودين في المملكة سواء مراسلين وكانت الأنباء الدولية أو مراسلين وسائل الإعلام المحلية المختلفة لدينا أكثر من 100 صحافة دولية والمحلية يغطون على أرض الواقع والميدان اليوم لاحظنا كيف كانت التغطية لطواف القدوم كانت تغطية الحمد لله متميزة والتفاعل مع المواد الإعلامية المطلوحة مميز وواضح كذلك من ضمن المهام المنوطة بغرطة العمليات تجهيز مركز مؤتمرات صحفية متطورة متقدمة بأعلى التقنيات الحمد لله انتهينا منها قبل أسبوع تقريبا وبإذن الله ابتداء من الغد سيتواجد في ثلاثة متحدثين رسميين كل يوم ساعة سابعة وخمسة وربعين مساء إن شاء الله سيتواجدون المتحدثين الإجابة على استثارات الصحافية الموجودين في مركز المؤتمرات الصحافية وكذلك الذين ينقلون المؤتمر عن طريقة البنصة الافتراضية سيتاح لهم فرصة أسئلة المتحدثين بشكل مباشر نحرص حقيقة في وزارة الإعلام من خلال توجهات معالي وزير الإعلام مكلف الدكتور ماجي قصبي أن نسهل عمل الإعلاميين ونساعدهم في تأتيات مهامهم الكبيرة والمختلفة متنوعة من خلال المنصة الاستراضية التي شاركتها عدد مئات الصحفية وكذلك الصحفين مشاركين في الميدان بالإضافة إلى المركز الإعلامي الاستراضي لدينا مركز أو فريق للتخطيب فريق الإعلام الرقمي يقدم قصص إنسانية متنوعة وتنشر ارتباعا في منصات منظمة وزارة الإعلام وأيضا تتواجد في منصة الاستراضية لتستاح لجميع الإعلاميين لاستخدامها ومتاجها بالشكل الذي يرونه مناسب جميل دكتور عبد الله وأنت تتحدث عن المركز الإعلامي الافتراضي اليوم كم عدد المسجلين في هذا المركز وهل هناك معلومات أضيفت مؤخرا؟ نعم المركز الإعلامي الافتراضي يتحدث بياناته بشكل لحظي وآني ومستمر لدينا تقريبا حتى الآن أكثر من 10 ألاس مادة صحفية وأعلامية ومواد وفيديوهات وصور مختلفة للبشاعر لمكة المكرمة للحرم الشريف كل هذه المواد متاحة للاستخدام الإعلامي ووصرتها الوزارة طريق عملها فخورون جدا أنه القائم على هذا المركز من شباب وشابات الوطن المبدعين في مجالات مختلفة سواء على صعيد الإعلام الرقمي أو على صعيد التخطيط أو على صعيد علاقات الإعلامية أو على صعيد نظم المعلومات وإدارة البيانات الحمد لله التفاعل الكبير وحقيقة واسع من خلال المكانة الأنباء المختلفة العالمية وكذلك الصحافة المحلية أيضا بالإضافة للمهام السابقة لدينا أدلة استرشادية حرصنا على عدادها لتسهيل مهم الصحافيين وإدراز كل الفرص المتاحة لهم لتقديم التقطية المناسبة فمحمد المملكة رائدة ومتقدمة في مجالات عديدة جدا وأثمت في خلال موسم هذا الحج مدى ريادتها وقيادتها وكفاءتها لاحظنا جميع الأسوار الذكية البطاقة الذكية التي تمكن الحاج والحاجة لأداء الشعيرة بمنتهى السلاسة والسهولة ووفق التدابير الاحترازية الصحية أيضا للإعلام من خلال استخدام التقنيات الحديثة المنصة الاحترازية والخدمات التقنية المتقدمة المتوفرة فيها وأيضا لخلال مؤتمر الصحفية لواكب هذا الحراك وتطور الهائل الذي تشهد في المملكة العربية السعودية بتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها اللا محدود نعم الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث وكيل وزارة الإعلام للتواصل ومتحدث الرسمي للوزارة شكرا جزيلا على ما مانحتنا إياه من وقت في هذا البرنامج شكرا